بسم الله الرحمن الرحيم أنا حسان أبو قاعد رئيس قسم الإنتاج النباتي والوقاية ورئيس قسم الإنتاج الحيواني أيضا قسم الإنتاج النباتي والوقاية وقسم الإنتاج الحيواني هما القسمان الأساسية أساسيان في الكلية تم فتح القسمين منذ إنشاء الكلية في عام 1992 الخطة الدراسية بتضم مجموعة من مساقات بحيث تكسر بالطالب المهارات الكافية له كخريج أو كمهند الزراعي في تخصص النباتي أو تخصص الحيواني في مساقات أساسية في العلوم الأساسية بتعلمها الطالب ثم ينتقل إلى أساسيات في الزراعة ثم مساقات عملية وأيضا هناك في الفصل الأخير عشر ساعات معتمدة تدريب عملي للطالب وكذلك مشروع تخرج أيضا خطة دراسية في كل أربع سنوات بتم مراجعة خطة دراسية وأخذ تغذية راجعة من الخريجين أو من أصحاب العلاقة في القطاع الزراعي حيث أن هناك مجلس استشاري للكلية بضمن أعضاؤه وناس مختصين في مجال الزراعة سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بتم تعديل الخطة بناء على هذه الملاحظات الخطة الجديدة التي عدلناها تم دمج بعض المساقات مع القطاع الخاص بحيث أن الطالب يقضي فترة من هذا المساق داخل مؤسسة زراعية أو مشتل أو مزرعة ويشارك صاحب المؤسسة في تقييم أيضا الطالب هذه الخطوة مهمة جدا حتى تقلل الفجوة بين الأكاديمية بين الطالب بمعلوماته الأكاديمية وبين المعلومات العملية بعض الطلاب حصلوا على وظائف وتم تعينهم في هذه المؤسسات بعد أن أثبتوا جدارتهم أيضا عندنا المزرعة بتضم قسم الإنتاج النباتي بيوت بلاستيكية بتضم أيضا منشآت حيوانية بتدرب الطالب بيقضي جزء كبير من المساقات العملية في داخل المزرعة معظم خريجينا غير عاطين على العمل لأن الأقسام بتخرج عدد بين 20 إلى 25 طالب سنويا وهدول بلاقوا فرصة عمل سهلة لهم سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أيضا بعض الخريجين كان عندهم مبادرات شخصية وعملوا لهم مشاريع زراعية وحصلوا على دعم لهذه المشاريع من المؤسسات الغير حكومية وعمالهم بعملوا نجاحات مميزة سواء في مزارع إنتاج النباتي أو الحيواني مزارع خضروات، مزارع عنب، مزارع نباتات طبية وعطبية الخريجين أيضا فيه تواصل معهم باستمرار بتواصلوا معنا من أجل المشورة أو من أجل توجيههم لأمور تخدم القطاع أو تخدم مجال عملهم فيه عندنا أيضا برنامج برنامج مجستير في الإنتاج النباتي وبرنامج مجستير في الإنتاج الحيواني فيه إقبال من المهندسين الزراعين على البرنامج عين البرامج هذه أنشأت في عام 2006 وتخرج عدد من الطلاب أكمل دراستهم أيضا للدكتوراه فيه عندنا كثير من استافل عضائل هذه التدريسية في الكلية أصلهم من خارجية الكلية الدكتوراه هي بالفارس اللي هي عميلة الكلية هي من خارجي الكلية مش أقل من أربع خمس دكاترا أو أكثر هم من خارجي الكلية وأكبروا دراستهم ونافسوا بسهولة في الخارج وحصلوا على شهادات من جامعات عالمية ومعترفية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر